عزيزي المشاهدين بحب ارحب بكم في قناتي تعلم مانس اليوم راح نتحدث عن شركة رائعة للاستثمار طبعا اسمها سبايكي باي طبعا شركة جدا رائعة للاستثمار طبعا هي راح تكون عالم الاستثمار الجديد انها طبعا هي نظامها كالتالي انت بتقوم بعمية الاداع مبلغ من المال هذا المبلغ من المال بتقوم باستثمار لحد الادنى الاداع فيها عشرة دولار طبعا دخلنا نشوف مبدأ عمل الشركة طبعا الشركة هي عبارة عن شركة الشركة تقوم ببيع المنتجات انت بس تقوم بعض الت استثمار فيها بتستخدم المسار الي ان حنا حاطناهم يعني زي شركة اي ماركتنج بنستخدم المسار الي انحنا حاطناهم فيها في عمل ترويج للمنتجات وتبعتها وبعا Stretch وستعطينا ارباح من البيع يلي ه 향نا من بيع المنتجات طبعا عمية لرفع الشركة بيتم عن طريق اما البيتجكوين او عن طريق الماستر كارل الخاصة فيfik فيك. او الفيزا كارت. يعني عملية كل الناس بتقدر تعمل فيها ايداع. هسا عمية اليداع بتكون التسجيل بالشركة من 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 رجستر. طبعا راح طولك رابط الشركة اسفل الفيديو. راح طولك رابط رابط اسفل فيديو في صندوق الوصف. بتقوم بتدخيل تبعك. يعني اسمك مع رقم. بتدخل ايميلك. بعدين بتدخل بتعدل الايميل. بتدخل الباسورد. تعدل باسورد. تحط اسمك بتحط اسمك مثلا اسمك واسم عائلتك. وبعدين بتحط اول اسم من اسمك. وبعدين بتحط الدولة الخاصة فيك. بعدين تعمل رجستر. سببال ما تعمل رجستر شايف هاي الدائرة بتكبس عليها زي هيك. ها الدائرة هاي بتكبس عليها زي هيك تطلع بتدخل الوزر نيم والباسورد تبعك. ازا انت بعد ما تفوت عالشركة في عندك هان رابط احالة خاص فيك. طبعا خيلي تعلم كيف عميت الاستثمار بالشركة. طبعا عشان تستثمر بالشركة اوش لازم تروح على طب خيلي نشرح شو هنا خطط الاستثمار. في عندك باكيج. طبعا في عندك خطة الاولى هي الحد لادنا يدع في عشرة دولار. باعطوك ثلاثين بالمية من قيمة الايداع. يعني تلات عشر دولار بتاخد طبعا هاي ارباح من المبيعات تبعتك. الخطة الثانية طبعا هاي يعني طبعا ملاش فترة زمنية. الحلو فيه انه يعني هاي مش انها حلال. لانه الحلو فيه انه مفيش الى مدة زمنية لحتة تاخد التلاتاش. يعني يمكن بعد خمس ايام تحصل تلات عشر دولار. يعني حسب ارباح الشركة ومبيعاتها. في عندك خمس وعشرين دولار هاي الباقة. طبعا انت مثل اه مثل اشتريت الباقة الاولى. اسا بدك بدك اه يعني وصلت للليفل اول. اسا باكيك ترتفع للليفل الثاني. لازم تحط كمان عشرة دولار فوق الباقة الاولى. اه خمساشرة دولار فبيشتري الباقة الثانية. ا stalت بتحط بس اللهم ما عليك الا تشحن الباقة يعني انت ومثلا اشتركت الباقة اما الخمس وعشرين دولار دا ترتفع الباقة الخمسين دولار بترتفع بس ما عليك الا تشحن بخمس وعشرين دولار. طبعا اول ثلاث باقات هي العشرة دولار خمس وعشرين بتلاحظ اللي تحت هذا المربح تبعها الخمس وعشرين بتصير اثنين وثلاثين ونصف دولار. الخمسين دولار بتصير خمس وستين دولار. يعني مربحها ثلاثين بالمية. اذا باقة المية دولار وميتين وخمسين دولار و خمسمية المية بتصير ثلاثين ميتين خمسين بتصير ثلاثمية خمس وعشرين. الخمسمية بتصير ثمان مية. يعني مربحة تقريبا ثلاث theme well real到 life into thousand less than thousand lot bet raising تصير 8000. اذا العشر تالاف اه طبعا اذا لو يجينا المبالغ اللي كبيرة العشر تالاف مربحة 20 الف يعني الضعف بتصير. الخمسة وعشرين الف لو انت شحنت يعني الباقة شحنت الباقة اشتريتها الباقة مربحة 50 الف. طبعا هاي بتاخذها ارباح من الشركة. لان الشركة بتاخذ المصارى هي بتعمل فيها اعلانات وبتبيع مبيعات منتجاتها طبعا هي الها مستودعات وورجتك في بداية الفيديو الها مستودعات. وتبيع المنتجات وبتاخذ المبلغ اه خمسين الف وبتاخذ عليهم اه ميت الف يعني الخمسين الف بيصيرو ميت الف طبعا طبعا هان ما في الشيء لها وقت. طبعا هاي الشركة ان شاء الله يعني راح تكون وتضرب السوق. طبعا هاي اول شغلة بتعملها هاي الباقة اه بسموها سبايكي باكيج. هاي هي. قسا اول شغلة بتعملها بتروح على ماي وولت. لازم اه لازم تشحن تشحن المحفظة تبعتك. لا اما بتشحن عن طريق عن طريق طبعا بتحط المبلغ اللي بدك تشحنه مثلا دك تشحن عشرة دولار بتعمل صبمت مثلا. بتاخذ الرابط هاض. بتاخذ الرابط هاضه بتدفع له. خلص بعد ما تدفع بتصير المصاري هوين? بتروح لماي وولت بتلاحظين ماي وولت هان في عندي عشرة دولار. او طريقة ثانية عن طريق اه انك تقوم عن طريق الفيزا او الماستر كارت. طبعا كثير من الناس محهم فيزا بنكية او ماستر كارت. هي ميك دي بوست. هي الثانية. هي ميك دي بوست عن طريق الفيزا او ماستر كارت. خلينا نحكي ماي. ماي وولت. بنشوف الثانية. انك تعمل انك تعمل عن طريق الفيزا او ماستر مثلا تأخذ عشرة دولار بتعمل صبمت. طبعا هان بتدخل رقم البطاقة والشهر والسنة ورمز الامان بيكون ورب بالطاقة وبتعمل به. عسى بعد ما تدفع بتروح على 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 بأس بتروحها ماي وولت بتلحظين عشرة دولار. اه دفعنا. بنشتري الباقة الاولى. بنعمل حسن. طبعا اي انا هيك انا اشتريت الباقة الاولى. اسألا بعد ما اشتريت الباقة الاولى بحق لي اني ايش اني ادعو اصدقائي. لانه ما بحق لك تدعو اصدقائك الا اذا كنت انت من استثمر بالشركة. فبحق لي اني انسخ الرابط لحالة الخاص فيها. بعد ما انسخ رابط لحالة الخاص فيه. بصير ادعو اصدقائي. طبعا بصير انا يعني اصير هيك انا بربح من الشركة. انه بصير انا هيك استثمرت العشرة دولار اشتريك باقة. الباقة. يعني اصلا لو تروح الاشبورد. بتلاحظين. انا انا استثمرت العشرة دولار. اشتريت الباقة طبعا راح تجي لي من المبيعات راح يعني هاي بشكل يومي راح تجي لي ارباح بشكل يومي. لحي تتوصل تتاشر دولار. بعدها بتخلص الباقة. سبعد ما تخلص هاي الباقة بانتقل باشتري الباقة الثانية وبسير تجي لي ارباح اتنين وثانين. بس تخلص باشتري الباقة الثالثة. وهكذا. اه طبعا. انا في عندك ماي تيم. بتشوف التيم تبعك. طبعا هان بتشوف التيم تبعك. طبعا هان بتشوف التيم تبعك. او وانت باللفل مثلا واحد طبعا هان بتشوف اذا التيم تبعك. هين الوظائف انو انت ستارتر بعطوك خمسة بالمية بونس. يوموا تصير انت اا الوكالة بتصيروا يعطوك يعني اول ما تبدا بعطوك بونس خمسة بالمية. بعدين بتصير انت يوم تصير يعني يوم تصير وكلاب يصير ما ارباح الكثير 3000 دولار ايه اذا سوتك يعني 25000 دولار يعني انت يعني اذا انت جيبت ناس بتاخد 3000 دولار من الشركة اذا اذا الناس اللي انت جيبتم راحوا وجابوا بتاخد 250000 دولار من الشركة يعني ارباح الليدر يعني انت بس سير قائد للتيم بتاخد خمسين الف دولار للشركة يعني هاذ ارباح خرافية من الشركة وهان سمري بعطيك ملخص عن اشياء اللي انت عملتها سواء انه دفعت عشرة دولار انك اني هاي انا عملت مصاري ودفعت هاذ وشحنت هاذ بتعطيك الاخبار اذا بدك تضبط اعداداتك بالموضوع اذا عندك بتعطيك طبعا تعطيك طبعا هذا طبعا كل طبعا كل يوم وبتتغير لان ايش لان انا اشتريت ايش الباقي ام العشرة دولار ان شاء الله راح وارجيكم ارباح وراح اعطيكم طبعا الحد لعدنا من السحب من الشركة عشرة دولار اذا عجبك فيض اضع لايك ولا تنسى اشتراك بالقناة طبعا الشركة الشركة ان شاء الله جديدة فاي شخص بيشتغل بمجال التسويق الشبكة او بمجال الترويج والاعلانات يستغل هاي الشركة سواء بيستثمر او يروج لها لانه هي جديدة ولا حد لان ما حدا بيعرف عنها فنستغلها عالسرير